اشتركوا في القناة 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 بطبع بدنا نقله وداعا كلمات الرثاء كانت عديدة خاصة من رئيس الجنوة المبنية السيد جاممام ومن استاذ ميشيل ابي رمي اللي عم نشوفه معه بالصورة هو اللي رفقه كأحد أفراد العائلة بالسنوات الأخيرة بطبع بالوقت اللي كان في الحرب انتوا كنتوا تتوحدوها بالباسكتبول تجوا تلعبوا بشرقية واستاذ الشحادي كان عم بيوحدها بيروح يلعب بالألمون ويجي بالألمون يلعبوا ان كان بسحل المتن او ان كان بكفاية وبدور شوار نجيب فعلا انا بعرفه شخصيا الاستاذ الشحادي الله يرحمه كان عالم من اعلام الرياضة اللبنانية والعربية صراحة صح اخسارة بس هذا سنة الحياة هذا حكم رب العالمين حكم ربنا صح مية بالمية مروان الان بدنا نتابع نحن وياك وبدنا نحكي عن جران بري ايطاليا على حالة بيت مونزا تعرف نجيب جران بري ايطاليا يعني هو اهم جران بري بالسنة تقريبا ما بعد موناكو هو من جران بريات الاصيلين والتيفوزي ومحببي تايوانية يعني يعني بعده هذا اكتر حتى تايوان فيش ست سبا سبا اتصار بس انه لا مهم كتير دائما للفراري هالمروة لقلهم طموحهم كانوا ينصلوا بوديوم انه بتعرف هذا الجران بري اللي فيه توب سبيد كتير عالي على القليل لمنافسة فراري ومحركات رينو عند الريد بول لصالح فراري على كل حال بالكواليفاينج هاملتون كان فلاينج يعني طاير على اخر واخد البول بوزيشن بشكل كتير مريح على كل حال منشوف بها التقرير شو اللي صار بالسيبا إذن انطلاق السيبا ما كانت مميزة أبدا لويس هاملتون يلي بيتراجع بيكون عنده كلاتش بروبلمز وبيتراجع خمس مراكز للخلف معرفة كانت بين الفراري وروزبرغ عند أولى المنعطفات بس روزبرغ بيدر بتفوع على الفراري على فكرة خلالها السيبا الستراتيجي كانت مختلفة بين المرسيدس والفراري المرسيدس توقفوا مرة واحدة والفراري مرتين وهون هاملتون يحاول يضغط ويرجع من الخلف وصار معه عدة أخطاء معركة كتير حلوة كمان مع دانيل ريكاردو يلي عم بحاول يسترد مراكزه وما قدر أنها سيبا غير بالمركز الخامس بينما نينكو روزبرغ كان سيبا كتير سهل لأله قدر أنها سيبا نينكو روزبرغ بالمركز الأول وهملتون وريكاردو مركز خامس بوتا سادس بيرشتافن سادس سابع إذن فرحة كتير كبيرة وأكيد روزبرغ ألس الفارق كتير بينه يا نجيب نقطين فقط بين هاملتون نقطين بس هلأ يعني 288 وقل حال كمان استراتيجية المرسيدسية اللي سمحت له لهملتون أن يحتل المركز الثاني ما غلطوا الفراري هل قد بتقدر تعطي الفراري يعني هل نحس بينا ورجعوا جيوبون وليه توقفوا مرتين الفراري والمرسيدس توقفت مرة واحدة الفراري بتستهلك الإطار وخاصة كانت الحرارة شوي عالي ما فيها توقف مرة واحدة مثل المرسيدس والفراري كانوا متخلين شوي عن الداون فورس اللي بتقدر تعملوا المرسيدس ويضل عندها توب سبيد عالي كمان هذا الشي بيخلي الإطارات تستهلك بسرعة كانوا عاملين مثلا حسابات وقالوا إذا توقفوا مرة أقل كانوا لحيكونوا مآخرين 11 ثانية للخلف إضافية بس أكيد كان عليهم أن يفصلوا السيئين واحد منهم يخلوا يوقف مرة واحدة واحد مرتين كان السباق مش منيح كان تلحدة منهم تاني يمكن ما بنعرف كان السباق مش كتير منيح لسيارات الردبول خاصة من محرك رونو يعني ما كان عم يعطي نتيجة ما بنا ننسى فيرش تابن ببداية السباق أو ببداية هالويكند كان أنزر من شارلي وايتينغ أنه بلش ينكره من بقية السيئين وبدو يبلش يلتزم شوي بالأنون وبأخلاء الفورملاوان خاصة وقت عمليات التجاوز يعني كان كتير بيعمل يمين الشمال اللي حي يغير مصاره مرة واحدة شكرا مروان على كل حابة في شغلة صغيرة بدأنا نحكي عنها قبل ما تغادرنا مع نهاية القسم الأول لو ساملتون شوي شوي عم بيقترب من تكسير وتحطيم كل الأرقام القيسية نطرينه بالانتصار الأم خمسين عادل فانجو وسن وشو ماخر بعتقد بعدد البول بوزيشن بمونزا يعني شوي شوي عم بيقترب من هذه الأرقام صحيح رغم كتير منيحة يعني دايما كانوا من نفسين قوي لهاملتون يعني بالمكلارن كان معه بطن وهالمره معه روزبرغ اللي يعمل نتيج كتير منيحة ومتل ما نشوف روزبرغ عامل سبعة جرام بريات مش انه كان لحاله بالسيارة الأوية هلا أكيد الدومينانس بعالم الفورمولونوتا تكون سيارة منيحة تقدر تربح كتير مش تربح شوي صغير مش معادة مثل التقنية صارت مختلفة جدا وفي أخبار كمان عن الانتقالات هل نحكي هون بعد شو بالقسم الثاني ريكاردو خبرنا عن الحدث اللي رح مشوفوا مباراة العمر مزبوط المتا بيوصلوا لعيبة بيوصلوا جمعة بعد الظهر في اسم بيجي أول الشي صوبة ثلاثة واسم الثاني بيجوا على ثمانة عندهم بدهم يرتاحوا بالأوتال وفي الميت أنجريت بعدين رحين يتعشوا وبدهم يكملوا عنا على القارتن هلا بالقارتن نحنا عملين الإيفنت بيفتحوا البواب على الساعة تسعة 12 بلوس إيفنت والتيكت حقه 50 دولار والمباراة رح بتصير نهار السبب المزبوط سبب بعد الظهر أما بالليل سبب ثمانية ونوص هلا أنا هون أول شي أشكر لمسيو عدنين ياسين هو اللي جاي باللعيبة على لبنان عن جد إنه مباراة واحد من المباراة يمكن في لبنان فإن شاء الله تكون هالويكين بيرفك والسابت شو رح يصير السابت يتغضوا ما نعرف بعد وبعدين آخر شي رح يروحوا على الفوتبول ويسفروا من وقت نتغرم مزبوط فإزان الليل رح بتكون بالداونتاون للشباب بالووترفرونت بالغارتن وقبل في العشاء اكزاكت والتيكت إذا بدأ نحكي باش شوية عن التكت هنا 50 دولار مع 3 درينكز وبنصح العالم اللي تحت 18 ما يجربوا يجو لأنه مش يعني الانون بالبلد ما بيسمح للناس تحت 18 يفوتو بس بيروحوا على المبارات وكل اللاعب رح بكونوا موجودين بالمبارات بالمبارات كل شي موجود 100 بالمئة شكرا ريكاردو هل رح نتقف مع بريك ونرجع للقسم الثاني تلاحكي أكتر عن الباسكتبول وعن الفورميل 1 عودة للقسم الثاني من سكار مع نزيه بوجي مروان أراسي وريكاردو بركات نزيه بدل نرجع لك تلحكي عن أكاديميات كرة أسلية اللي بلشت فيها بالهارلم بالثمانينات لا غير قصة الكرة أسلية بس الهارلم أنا بلشت كأكاديمي بالنيد الرياضي أنا أول من أسس أكاديمي باللبنان اللي هي أكاديمية النيد الرياضي وبعدين استقلت بعد كم سنة فتحت الهارلم 11 سنة أنا أعزك أكاديمية مستقلة لأنه رياضي أكاديمية لا يوجد أكاديمية بالزمنات كان في مدرسة الرياضي هي الأكاديمية الرياضي بعدين أكاديمية هارلم خرجنا كثير لعيبة بنيتهم باسر بوجي وائل عرائجي أحمد إبراهيم مع كثير لعيبة يطلعوا من هارلم ورحوا بعدين عادة تان ديام من بعد ما سكرنا نحن وهلأ وطلع تطور بعتقد وطلع تطور لأنه النادي أو المبنى والنادي كلها توراح ونجيب أنا كان هدفي من لما جئت من أمريكا كان عندي هدف أنه حسن مستوى كوة السلة اللبنانية عبر أنه نفتح أكاديمية دائما نحكي بهذا الموضوع كيف ينا نحصن الموضوع ما بدأت بلش من الأساس من البعض من القاعدة القاعدة هي المدارس القاعدة هي الأكاديميات التي تتابع على الأندية الفيهة عمرية بعدين لا المدربين لأنه هن المدربين اللي يصنع لللاعب إذا ما عندك مستوى لعبين مدربين على مستوى عالي يعرفوا كيف يدربوا الناشئين أنه تدريب الصغار غير تدريب الكبار كيف يأسسوهن يقووهن من هنو الصغار لحتى بعدين يعني أنت عم تزرع بعدين لك تحصل فإذا ما كان في عندك مدربين جيدين وهدول المدربين يعني إذا بتجي بتشوف هلأ مين عم تدرب بالمدارس إجمال مدارس أو الأكاديميات هن مدربين أنا برأيي غير كافوئين بتدريب الناشئين الصغار لأنه يعني اللي عنده خبر التدريب ولأنه يخذين دورات فعلا لا يدربوا هالناشئين هدولين فأنا لما جيت حبيت أن يساوي أكاديمي لحتى أن نطلع مستوى ندربين وبالتالي مستوى اللاعبين علما سكرت كان عندي هدف أن أكمل هالشي فت بالاتحاد ترشحت للاتحاد وانتخبت على أساس أن أعمل شيء للمنتخبات ابتداء منتخبات الناشئين لمنتخبات الرجال كان عندي هدف برأسي بس قناعاتي اللي أنا ورأيي ما قدرت طبقوا بالاتحاد اللي انتخبت أنا فيه أنا ما في شغل للاتحادات ما في شغل للمنتخبات للمنتخبات ما في شغل كما كنت أتمنى أو كنت أحلم أنه ساوي فحبيت أنه ما قلت إذا بدأ نشرحه بمعنى آخر مكرنة على اللعبة تانية بالتانيس مثلا الصغار ما بيلعبون تانيس عادي بيلعبون لون تانيس لعبون طبيعة سفنج بتبلش بغير طبيعة مجموعة تتقدر توصل للتانيس العادي لأنه بدأك تأسس مش متل ما بتأسس للكبار في ذات الوقت لما هو البسكت يعني الأكاديميات في عندك في ميكرو بسكتبول يعني تحت 8 سنين في الميني بسكتبول تحت 12 سنين وفي تجي البسكتبول هذا فهلا لما ما قدر حقق الشي اللي أنا كنت بطمح له وفي الديحال رحت على الهوبس أول شيء الهار لأنه حسكرنا معظم اللاعبين بعضتهم على الهوبس لأنه شفت الهوبس هو أكتر شيء عم بيشتغل صح وأكبر دليل أنه منتخبات الناشئين لما تساف منتخب ببنان الناشئين هو نص أو أكتر من نص عم بيروحوا من الهوبس صح واحد اتنين ما تنسى أنه هو لاعب منتخب ببنان ولاعب الناشئين رياضي جاسم أنصو فجاسم أنصو هو رجل البسكتبول يعني بيفهم البسكتبول وعقله إدارة ناجح فلما راحوا لعبة الهار لم على هذا أنا كنت متطمن أنه حيكمله هلأ لما جيت بدي أفتح هذا عن جديد الهار لم وشفت أنه بدأ إمكانية كثيرة كبيرة وشفت أنه جاسم ما تدلي إيده أنا مع جاسم نتكامل يعني جاسم عندهم إمكانيات عندهم ثلاثة فروعة بين بيروت والحازمية والمر وأنا عند النوهاو يعني عند الخبرة وممكن وممكن أنه المدربين اللي عندهم أعملهم ووركشوب وعملهم كلينيكس أنه نطلع المستوى بالتالي كل القاعدة من تحت اللاعبين بيطلع مستويه هون وكمان بالتالي بقية الأكاديميات بتحاول بدأت نجي وتلحقنا لتنافسنا بدأت نعلّوا المستوى فأنا هلأ بوعد كل العالم ولبنان واللي اللي بحبوا البسكتبول أنه فيريسه من هلأ فيريسونيا من هلأ خمس سنين من هلأ لخمس سنين حيشوفه مستوى كتير عالي متما أنا من عشر سنين على أيام أنت وانشارتي كنت قايل أنه بعد فترة بدأ يسير في عندنا لعيبة وطلع لعيبة من هلأ لخمس سنين حيطع لعيبة ناشئين على مستوى كتير عالي إن كان من الهوبس ولا غير الهوبس إن شاء الله شهدنا معكم بهذا الحلم الكبير ونحن بالفورميل لو هنبلشنا نسمع عن اعتزال بعد الأسماء انتقال بعد الأسماء الأخرى الخبر الجديد جانسون بطن يعني نصف اعتزال عطوه ساباتك للموسم الآدم يعني بيغيب عن السن كاملة وأخذوا الماكلارين محاله سطوفل فاندون يلي هو بطل جي بي تو بال2015 وبروتوجي عند رون دينس بدون جربو هلأ ما تخلوا عن بطن للآخر أول شي خايفين ياخدوه غير فرق وخاصة وليامز ما اهتم فيه وهو من أفضل السيئين اللي بيطوروا السيارات واتاني شي كمان خايفين بنهاية السنة الجاي إنه فرناندو ألونسو ما يبقى عند الماكلارين دايما بدون كمان صولد درايفر يبقى معهم عنده خبرة صار عندهم الأوبشن على جانسون بطن في حال فل بس ما حدا لهلأ يعني أخذ ساباتيكل أو وقف سنة وقدر يرجع بشكل ناجح على الفورمولا وان جربها شو ما خير وغيره يمكن من زمان زبطت مع ألان بروست بس ما حدا تاني بيقدر يرجع إلا إذا بدوا يعمل إنتنسف تراينينج صحيح إلا إذا بيقدر يعمل طول السنة إنتنسف تراينينج وبتتغير كتير السيارة هي من أسبوع لأسبوع بتتغير وبيعملوا وبيخسر كتير أشياء وخاصة مع العمر الكبير يصار بستة وطلاثين سنة بطن بلش بالألفين وبعد ولا هلأ عم بيسوق يعني هذا اللي بدنا نشوفه بلشنا نحكي بالانتقالات لأنه بلشنا نقترب بنيت الموسم بعد عنا سبع سبعات لخيطة الموسم صحيح نحن بالأربطاش للسباء الواحدة وعشرين مرت الجاي بعد أسبوعين بسنجابور من أحلى السباءات وخاصة ممتعين للكاميرا أكيد نايت ريس وحلو يعني هذا من المودن سيركتس الحلوين ويعني خاصة الهندا عم بيقولوا نحن بدنا نفس الفراري فيهم خلصنا من السباءات السريعة كتير مثل مونزا وسبا يعني فلات كبير محركهم فيها بيبين الشاسي المرتب فيها وعم بيقولوا بدون ينفسوا على مراكز متأدمي أما بالخيتين فرح مكون معك ريكاردو فبدا نرجع نحكي عن المبارات تيكتس ديحقون المبارات بلش شهر والمصارع على الأخير يعني بدون يعجلوا العالم تيستروا تيكتس لأنه it's almost the end وبعدين اللي حيبالش يقول لا بدنا تيكتس مالحي يكون بقى فيه فخلي شهروا اليوم وبكرة اليوم خلص اليوم بكرة بكرة وبكرة ماكسيمو وبدنا نشتروا كل شي تيكتس كمان للصهرة لأنه بلشوا يخلصوا لغارتن ولا الماتش ولا الميتان جريت كل شي عم بيخلص كتير بسرعة فليزم يستعجدوا العالم ومين أبرز الأسماء اللي جاي بنجعل مذكر فيهم في روبرتو كارلوس لويس فيغو بول سكولز مشيل صالغادو يانز ليمن دافيد تازيغي ماركو ماتيرادزي واللعيب اللبنانية معروفين رضا عن طارو كل الشباب من البقية فإزالنا ويكانت حافر رح بيكون مع كرة القضاء عن جد شكرا لك كلمة خيرة مروان يعني بعد السنة في تلتين قطعنا تلتين ومثل ما بنعرف بالنتيجة بعد فرق نقطتين بين روزبرغ وهملتون وبذكر الكل كمان أنه السنة الجاي حيتغيروا كل القوانيين وحنرجع نشوف نشوف كيف حين عم تتغير القوانيين كلها من الإطارات للشاسي للمحرك نفضة كتير كبيرة نجيب ملح نشوف الفورمالاواني اللي بنعرفها وحتتغير سيارة بشكل كتير كبير أكيد أول سبقين من السنة الأضمي حيكونوا من أم تاع السبقات لكاردو قبل ما نخطم نحن نجح نشوف الأفيش تبع الصهراء الفلاير طبعا الإفنت مبينين الديجيز والأينرجي ومتي في وبدأ أشكر كتير بيبسي وأكوا فينا ساعدونا بكل مراحل وأكيد بانكماد ومفوتين تشارتي معنا بهالصهرة كمانا مصاري اللحن ربحها اللحناتي شوية للتشارتي مثل مين اسمهم مدك الميشن فور تشيلدرن هني تشارتي عالميا ورفيقتي أليكساندرا بدأ ويجيبتهم على لبنان بحب أشكرها كمانا على كل شي وهذه الصهرة شكرا لك ريكاردو كلمة أخيرة إيمت رح نرجع نشوف مع باهي كنت عبا بحكي عن لعبة 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 دخلك بالمبارات بعتقد لعبة بالكينة بالمدينة الرياضية أنا مثل ما كل اللي بني وقتا نقاليها على المبارات صحيح نعم بال97 دخلك أو خمسة نحن مثل ما كل اللي بني بيعرفون الموسم الماضي كان كتير قوي هالموسم كمين حيكون كتير قوي هنا في تنافس بين التلفزيونيات على النقل مش تنافس يعني نشوف دفتر الشروق نهار الأربع في جالسة بيتقرر بتمنى أن يفوت مصاري للأندي لحتى لأن معظم الأندي هي مكسورة هلأ مع كل عام صار التعريف وبالتالي أنه اللعيب يصار عندهم مستحقات بدون ياخذوها من الموسم الماضي وهلأ لازم الأندي تحزم أمره ويبلش ياخذوا اللعيب مدى ما صار معهم فلوس يتعاقد من اللعيب الفري ايجنس اللي صار هني يختار بلبنان أحرار مع معض موقعين مع حدا وبتشرين التان مثل ما نعرف أنه ستبليش بطولة لبنان وبعد تال ستكون موسم كثير وبدأ نقول تحية أيضا للنيد الرياضي اللي عنده مشاركة قوية جدا ببطولة آسيا سنة بشهر الموبيل صحيح شكرا لألك نسو بوجي الخبير الكبير في عالم كرة القدم والخبير الكبير في عالم الفورمولا وان والخبير الكبير أيضا بعالم كرة القدم أيضا بتساعدنا دائما بالبروداكشن بنشرات الأخبار وخصوصا بأخبار كرة القدم وشكرا لجميع المشاهدين اللي كانوا عم يتابعونا بحلقة الليلة من سكور الموعد بيجعب الجدد التنين المقبل وما تنسوا السبت مبارات العمر يلي ما شرى تيكتز يشهل ويشتري هذا كان كل شي نجع فإذا ملتأى التنين المقبل اشتركوا في القناة